على صعيد المتصل اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تخصيص جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية للعواقب القانونية للاحتلال الصيوني للأراضي الفلسطينية محاكمة لنظام الكيان بأكمله المالكي في تصرحات صحفية بصحة المحكمة عقب انتهاء اولى الجلسات ثمن المشاركة الواسعة غير المسبوقة لعديد الدول وعدها انعكاسا واضحا للدعوات العالمية الرامية الى وضع حد لنظام استعماري بغيظة قال انه مصدر كل العلل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني يصادف اليوم بدء الاجراءات التاريخية بمحكمة العدل الدولية ان نظام الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي باكمله يحاكم اليوم وليست فقط ممارسات الفسط العنصري والاستعمار والاضطهاد التي يفرضها بوحشية على الشعب الفلسطيني ويشارك عدد غير مسبوق من البلدان في الاجراءات ويتخذ موقفا من اجل العدالة والسلام هذا انعكاس واضح للشواغل والدعوات العالمية لوضع حد لهذا النظام البغيظ غير القانوني على الفور دون قيد او شرط ان وجود هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري مصدر لكل العلل التي يعاني منها شعبنا واي صيغة لا تعالج ذلك سبب الجذرية تمثل زرع بذور مزيد من المآسي ومساعدة لاسرائيل في ابقاء الشعب الفلسطيني اسيرا لجدول اعمالها الاستعمارية واعمالها غير القانونية مدولة اليوم طال انتظارها بالنسبة للشعب الفلسطيني